تعالوا نروح مع حضراتكم للموضوع الأبرز والمهم والمؤتمر الصحفي وتقديم مارسال كالر المدير الفني الجديد للنادي الأهلي والناس كلها بقى مستنية هو كان ليه كريم كذا تصريح ومن التصريحات الحلوة اللي أنا سمعتها هو كان بيتكلم من النادي الأهلي الأكبر في إفريقيا ولداه قاعدة جماهرية تساعد على النجاح طيب ايه تاني قاله قال سنبذر قسارة جهدنا لتحقيق طموحات جماهير الأهلي والتتويق بالبطولات وأضاف قال الفرصة متاحة أمام الشباب والمهم عقلية اللعب حلوة قوي الجملة الأخيرة دي لأن العقلية بتفرق جدا على فكرة ممكن يبقى لاعب مهاري وممكن يكون متفوق على لاعب مهاري آخر محترف ولكن عقلية اللعب المحترف مختلفة عن العقلية اللعب المحلي وغيره فالعقلية هي الأساس عقلية البني آدم حتى مش يزم اللعب هي اللي بتحركه هي اللي بتتحكم في أفكاره هي اللي بتحدد مستقبله من الآخر فحاجة محترمة جدا وإحنا عارفين أن النادي الأهلي في الأول وفي الآخر لما بيجي يختار بيبقى عنده options كتيرة أو خيارات كتيرة بيختار الأفضل بيختار اللي بيتوافق رؤيته مع رؤية النادي الأهلي وأعتقد أن النادي أهلي لقى ده في كالر وحكينا قبل كده برضو كتير عن سيرة ذاتية لكالر اللي بتخلينا كلنا الثقة بصراحة في الفرحة إن شاء الله اللي جاية والأحوال تتغير بقى معاه والطموحات للجماهير قبل أي حد بتتمناها وعايزة تشوفها على الأرض فحاجة محترمة وحنرجع نقول تاني الجماهير اللي سندت برضو الأهلي في الموسم اللي فات اللي كان موسم ليس الأفضل تماما لنا هي نفس الجماهير اللي حتساند في الموسم اللي جاي وعندها أمال بقى أن يكون فيه تعويض يا كريم وحقنا على النادي الأهلي اللي دايما بيفرحنا دا احنا قلنا يوم فاكر سنة عشرين عشرين ووقت لما كان العالم كله في حزن وكان لوكداون وكورونا والناس كلها أرفانة ومحدش بيخرج وهكذا النادي الأهلي حاجة beste فرحنا أنا مش ببالغ حضرتكو أنا مش ببالغ احنا كان في واقع وفي تاريخ رجعو له النادي الأهلي كان وقتها ما فيش حاجة بتحصل واحنا كنا وقتها بعد الفترة دي بكم شهر النادي الأهلي كان بيلعب وهو اللي بيجيب البطولات وسط للاثية وغير وهو دا كان بيفرحه كان فيه حاجة تاني وكنا بنسافر ولا بنيجي ولا ولا حتى كان حد بيتجوز وكان فيه ناس بيتطلق على كل حال يعني فهو داللي احنا منتذرينه فان شاء الله خير يا كريم الحقيقة جمهور النادي الاهلي يعني عشان نتكلم عنه ده احنا عايزين له كذا حلقة نتكلم بس عن طبيعة وخصائص جماهير النادي الاهلي وعبر الزمان عبر التاريخ لما منتفرج على حتى مباريات قديمة بلابياد وليسفود ومنتفرج على اي صفحة من صفحات مجلة رياضية قديمة ونشوف الجماهير كان بيتبقى عاملة ازاي في المدرجات جماهير النادي الاهلي جماهير عظيمة ودايما ده شيء بيبان خصوصا في المتشاط الكبيرة والمباريات الكبيرة ده ده كمان اكد عليه كولر امبارح الحقيقة لما قال ان النادي الاهلي هو النادي الاكبر في افريقيا وان عنده قاعدة جماهيرية كبيرة جدا في كل انحاء العالم قال ان ده هو اللي هيساعدنا على النجاح وطبعا احنا بدورنا اكيد بنتمنى له هو الجهاز المعاون كل النجاح وكل التوفيق في الفترة اللي جاية ان شاء الله كمان من ضمن الحاجات اللي كانت منفتة للانصار جملة قالها عن النادي الاهلي لما سألوه انت ازاي تدرب فريق خارج اوروبا قال ان فكرة التدريب خارج القارة الاوروبية كانت مستبعدة بالنسبة له الى حد كبير الا انه قرر انه يخوض التحدي والتجربة مع النادي على حد تعبيره الاكبر في القارة الافريقية قال لما جيت وشفت نادي الاهلي شفت ده نادي بمواصفات اوروبية او تقدروا تقولوا ان انا شفت نادي اوروبي في افريقيا ودي تورينا طبعا حضرات حجم الانجازات اللي بتعملها ادارة النادي بشكل متواصل والاهتمام بكل كبيرة وصغيرة من التفاصيل المتعلقة بالنادي وكمان بالالعاب والرياضات المختلفة كمان من ضمن الكلام اللي استوقف البعض مننا كلامه عن فرص اللاعبين الناشئين في المشاركة وقال ان الفرصة متاحة امام اللاعبين كلهم وان دي النقطة بالكاتنهوان تتكلم فيها من شوية وان عقلية اللاعب الناشئ مهمة جدا 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 في منح الفرصة للمشاركة في المباريات ولا بد وان يكون مدرك كل لعب للمتغيرات اللي ممكن تحصل في اي وقت ويكون عنده من المرونة ما يكفي وان اللاعب اللي بيتحمل الضغوط هو اللي حيمتلك الفرصة الاكبر للتواجد في مبدئيا كده حسابات الجهاز التفني خلال الفترة المقبلة واكيد تفصيلة العقلية بتفرق كتير وان هوان تتكلم مع حضراتكم من شوية بتتكلم على حتة العقلية وان هي بتفرق لعب من اللاعب ما عرفش ليه شفتوا قدامي حد زي مثلا محمد صلاح وتفصيلة العقلية حد زي كريستيانو رونالدو مش مجرد كرتولة مواهب والسلام لا ده هل بنتكلم على منظومة متكاملة اكيد اللي بيودرها عقل فيه قدر معقول جدا من الحكمة ومن الرؤية المستقبلية كمان بس اقولك على حاجة انا كلامك مظبوط جدا وده ممكن يطبق على كتير جدا من اللعيبة بتاعتنا اللي احترفت بالخارج من شو بقى من مثلا نتكلم في 15 سنة فاتت لحد دلوقتي هتلاقي اللي كان متقلق جدا في الداخل وبعدين لما راح احترف في الخارج مقدرش ان هو يعمل اي انجازات ورجع انا مش عايز اقول اسماء لان مش عايز احدد عشان لو تكلمت عن حد ممكن يقولك تبتكلم عشان هو لا ينتمي للنادي فتقول ان تجربت وفاشلت لا اسماء كتيرة جدا من اجيال سابقة راح احترفت ولم تثبت اي شيء في الخارج ورجعوها مرة تانية وناس كانت يعني لعبها الى حد ما على الارض هنا يا كريم كويس بس مش الافضل لما راح احترفت في الخارج واخدت فرصة استغلتها صح هي دي وعقلية اللاعب الاحترافي انا ازاي قادر ان انا اقيم حياتي او سيطر على حياتي وانظم حياتي هي دي النقطة وضحب ومكثير فممكن نعمل حلقة كاملة عن محترفنا وازاي العقلية بتفرق من لاعب للاعب ومن شخص لشخص في ناس على فكرة لما راحوا احترف ولعيبة لما راح تحترفت برا ولما رجع تسألوها انت ليه التجربة ما نكحدش قالك عشان انا مش واخد على الغربة ومش واخد على ده غلط يعني ده في حد ذاته اهي العقلية انا راح احترف لازم ابقى فاهم قبل ما اروح ان انا هيبقى في غربة مش حيبى ليه صحاب الحياة بقى صعبة انا هتابد على نفسي الاجواء تمامش تبقى موجودة اهلي مش موجودين صحابي مش موجودين لو انا متجاوز ومخلف نش حيبو معايا او معايا بس هيبقى فيه صعوبات لو لا مش رايح حاطت ده في دماغي انا رايح وبانين برجع اقول الغربة ما لازم بقى فاهم يعني دي كانت ازواب كتيرة جدا وبرده مش هقول اسماء ممكن نبلغ حلقة احسن مخصوص اشان محدش بقى ايه